سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد لأن إسبانيا يحكمها تردد تاريخي تجاه المغرب فهي وإن كانت لا تعترف بالبوليزاريو وتعتبر المكاتب الموجودة على طرابها لا تحمل أي صفة ديبلوماسية إلا أنها في لحظة ما يتدخل لديها الجانب التاريخي تجاه النساء ووفق المتحدث يبدو أن إسبانيا لم تتخلص من هذا التوجه تجاه القضية الوطنية ومنطقة الصحراء فهذا الإرث التاريخي هناك من يريد من داخل الدولة الإسبانية جران إليه وجعل العلاقة بين البلدين محكومة به وبإخفاقته السياسية في المنطقة وأضف المتحدث أن هذا التردد أو التخوف من المغرب يتجدد في رحلات ما خاصة عندما يحقق المغرب ديصارا سياسيا وديبلوماسيا كبيرا ويمكن الإشارة إلى افتتاح قنصلية أمريكية في الداخل والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح قنصلية بلدان عربية وإفريقية صديقة وشقيقة وغيرها من الخطوات أهمها ترسيم حدود المياه الإقليمية جهة الموحيط الأطلسيب الأقليم الصحراوية باعتبارها مياه تابعة للحدود البحرية المغربية متير إلى أن هذه الخطوات المستحقة للمغرب أحيانا تحيي بعض النزاعات القديمة في علاقتها بالمغرب واعتبر ألبو عمري أن المغرب في جل الأزمات التي عاشت إسبانيا خاصة في مواجهة الانفصال كان له موقف واضح تجاه دهمه لوحدة إسبانيا وتعاطى تعاطيا أخلاقيا مع الموضوع ولم يقم باستغلال ضعف إسبانيا أنداك تجاه منطقة كتالونيا لابتزازها هذا الموقف المغرب القوي لم يقابله حسن الموقف من إسبانيا تجاه المغرب حيث لم تحصم موقفها النهائي من نزاعي الصحراء ولم تفتحت قنصرية الهب الداخلة كما أنها ارتكبت خطأا دبلوماسيا وسياسيا خطيرا في حق المغرب والمغرب عند استقبالها لزعيم ميليشيات البوليزاريو باسم مستعار وهوية مزورة وأكمل البعمري تصريحه قائلا إن الأزمة الحالية ينطبق عليها القول وبضارة نافعة لأنها كشفت بعض ألاعب إسبانيا تجاه المغرب وعرت عن طبيعة مواقفها وهي مطالبة اليوم بالإجابة على الأسئلة التي طرحها المغرب على الحكومة الإسبانية في بيان الخارجية المغربية عادت من جديد أو من جهة تانية أعادت الصحراوية خديجات محمود لنشر فيديو جديد تطالب من خلاله السلطات الإسبانية باعتقال الزعيم البوليزاريو إبراهيم غالي المتواجد حاليا على أرادها بتقمته اقتصابها بالقوة سنة 2010 حيث سبق لها أن خرجت بوجه مكشوف بعد مضي سبع سنوات على الواقع ونشرت شريط فيديو صارتت فيه كل التفاصيل وتفاصيل اقتصابها من طرف زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي حينما كان ممثل للجبهة بالجزائر وبعد الصفر السري لإبراهيم غالي ومرضه زعيم الجبهة في تيندوف دخل زعيم دغا دخوله إلى تراب الإسباني بهوية مزيفة قصد تلقي العلاج تطار تساؤلات وتكهنات كثيرة حول مصير منيس يخلفه على رأس الجبهة في حال وفاته مستقبلا وهو يبلغ من العمر 75 عاما ويؤشر في الوضع الصحي لكبير البوليزاريو بقلق نظام العسكر في الجار الجزائر تستعد ثلاث من الجنرالات منذ مدة لإيجاد خليفة لإبراهيم غالي وذلك بترتيب سفير الجبهة في العاصمة الجزائر المدعو الطالب عمر لخلافته ودأب النظام الجزائري على تقريب من يراه مناسبا ليتدرب على طرق القيادة العسكرية والسياسية بتعيينه سفير للبوليزاريو في قصر المرداية بالجزائر وهو نوع من تحكم نظام العسكر الجزائري في مقاليد تسيير المحتجزين في مخيمات تندوف وتحقق فرضيات سفير الجبهة الانفصالية في العاصمة الجزائر عبدالقادر الطالب عمر لإبراهيم غالي ستنتهي سيطرة قبيلة رقيبات على هرم الجبعة علما أن هذا المكون القبلي يعد من الناحية العددية الأكبر في صفوف المحتجزين داخل المخيمات قبل أن تخرجوا لا تنسوا أن تابنوا في العشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا أن تقوموا بالجميع